خلينا نخش في بكرة في ماتشات بكرة. اه. عندنا ماتشين بكرة. عندنا الزمالك واسوان. ماتش صعب على الزمالك يا جدا. الزمالك مش هيرجع بكرة. يا بنت. يعني مش هيرجع بالتلاتة بسهولة. لأ وبكرة اسوان هتعمل ماتش جامل. انت باني ده على المعدل بتاع الكيرف بتاع اسوان اللي ارتفع مع كافة ايمان الرماد. الايمان وبعدين هو مديهم احاق ان انتو فرقة كويسة اسوان. وعندها لعيبة كويسة فعلا. فبكرة الزمالك هيتعب قوي. والماتش يتعادل يا فوز لا اسوان. زمالك مش يكسب بسهولة. طب ما ليه انت شايفت زمالك هلعب اسوان زي يعني هل بكرة مسلا يعني. مستر فريرا الماتش اللي فات لعب اربعة تلاتة تلاتة باداء هجومي واضح. وبدأ الماتش بدونجا ويعني بشكل واضح. هو لعب المسلوسي وفتوح وطرفين ولعب اتنين فراودة تلاتة فراودة. جزيري في القلب ويوسف اسامة وزيزو. يعني طريقة لعبه وهجومية وكسب الماتش عن جدار. اقول لكابتن عبدالجليل او على القطر. ماتش الاسماعيل. اقول لك او على القطر كابتن عبدالجليل. السؤال. لا السؤال لا. هل الزمالك بكرة حيبدا. قطر الزمالك انطلق. وصعب يتوقف. خاصة انه ماشي. خاني اتكلم فنية. مال هتكلم فنية والله. هل الزمالك. لأ مال عشان ما خاولتش سؤالي لسه. انا قلتلك مقدمة للسؤال. ماتسانة مقول للسؤال. كلها ده لسه في المقدمة. ماشي. مقدمة نص ساعة والسؤال تلات سوان. ماشي. انا سؤالي. هل مستر برير عكس مباراة لاسماعيل. هيبدأ متحفز ويبقى باني مستر برير على اداء اسوان زيما الكابتر بيجيب بيقول ان الكيرف في ارتفاع وعمل ماتشات حلوة كمان. اوه. خد باك اسوانة بنكسب المصري. في برج العرب دي مسألة مش سهل. المصري ده يعني فريق صعب جدا. وحسام حسن ولعيبة يعني مقوة. وجمهور بور سعيد موجود في الاستاد البرج العرب والكلام ده. هل هيبدأ متحفز في الاول. ثم يتحرر بعد ما الماتش يبان قدامه ملامحه. ولا هيستخدم طريقة الصاق الكهربائي السريع. انا شاف انه الكابتر الرمادي بيعزف سيمفونية. يعني اطربت كل ابناء الجنوب. وانا واحد منهم في الفترة اللي فاتت. لان احنا كنا يعني ممثل الجنوب كنا نتمنى ان هو يبقى وضع افضل. خاصة انه مع الصفاخات الكتيرة بداية الموسم. فالبداية المتعسرة لنادي اسوان. يعني اصابت الكثير بالحزن. لكن فعلا الرمادي اثبت ان هو المدرب الفني الجيد. لما بيتم. شوية تنظيم. اه بيبقى فيه زي كده بيغير شكل والاداء. فالمدرب بيقدر يصنع الفارق. زي ما فيه لعيب بيصنع الفارق ومدرب. فالرمادي خلاص اثبت ان هو مدرب قوي ليه اسم. واي مدرب بيعمل له حساب وبيعمل لنادي اسوان زي ما قال الكابتن. اصوان بقى الثامن كان الاخير. اصوان دلوقتي. اه طبعا. اعرف كده. ونتائج وفوز ماتشات كده. اتعرف يا كابتن باثناشر بونت. التامن باثناشر بونت. كسبان اربعة. اربعة ماتشات. اه. وخسنا نت ستة منه مع اربعة قبل ميجا ايمن الرمادي. لكن. لكن. يعني ايمن الرمادي لعب ست ماتشات. كسب اربعة وخسنا اثنين. وفصل اثنين. فا اربعة باستاشر نقطة. اربعة سر باستناشر نقطة. اربعة سر باستناشر نقطة. كسبة اربعة ماتشات كده. واربعة. مش واربعة. يعني. خلال ستة ماتشات كسب احسن ما اتعادل للتغاتل وفصل تلاتة. عايف لو اتعادل اربعة وكسبان اثنين. غير موقع اثنين في الجدول. اه. لكن لكن. 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 لكابتن بقى التامن. على التلاقع وعالمقاولين وعالمصري وعالبنك الاهلي. دخل بكل الامكان وسموحة وفرقه ودخلية وامر. لكن رغم ده كله انا بقولك لا. اه قطار الزمالك. الزمالك فيها خوية طبعا. لسبب بس اه. اداد الزمالك. وصل. كطار 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 كطار. كطار كطار. كطار الجمهور اللي سيك. ولو اللعيبة. دلوقتي بقى ما حدش يدر وقف قطار الزمالك في انتصارات. لسه. وبعدين هو القطار حاجة. لسه. 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 فقال بالدنيا في مصر كلها بتزفرج على. حاجة مقترمة. وهو. هو. مهما موهما يعني. اصوان. اه. طلقوا مانه. احنا. خلق بقى كان اصوان بالذات. يعني. يعني. بس صعب على الزمالك. بس نقولك حاجة. بس انا عوز اقول حاجة. صعب بس في حاجة. نادي الزمالك. عنده حالة معنوية ومرتفعة بعد اللي هو الصدار نادي الزمالك بدأ زي السنة الفاتة زي ما نقول كانت نقطة التحول بتاع الماتش الأهلي رغم أنه كان تعادل لكن نادي الزمالك كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية فيه ده عجل شو التاني فأعتقد أنه هو المرة دي برضو اللي هو الجولة اللي فاتت وأنه زمالك تصدر هي نقطة تحول في نادي الزمالك سواء في المستوى أو في جمع النقاط فأعتقد نادي الزمالك لن يفرط فيه أي نقطة نادي الزمالك وصل للتشكيل وصل للتشكيل المثالي يعني الراجل بيجيد قراءة المباراة فاعتقدوا انه الزمالك بكرة هيفوز وهيفوز يعني فوز كبير والخاصة انه هو عنده تماما قناع انه ماتش الاهل لان يكون سهل فهو نادي الزمالك بيسعى انه هو الماتش ده مش ماتش بثلاث نقاط بس قد يكون الماتش ده بستة نقطة الزمالك هيوع منه بنقطة بس الماتش ده برضو مجوابنيش على سوق لزا الماتش ده هلعب بطريقة اربعة الزمالك هيكسب ده رأيه بطريقة اربعة هل هيبدأ فاتح وهاجم وفاتح الملعب ولا مستر فريرا هيبدأ مقفل لا هيبدأ منتهى في الماتش اللي فات يعني الشوت الاول زي ما بدأ الشوت الاول في ده لانه وقت فاتح الماتش وبلعب يعني مشكلة الزمالك كان اداءه في الشوت الاول بيبقى بالعكس لما لعب بالطريقة دي والطريقة اللعبة حصل ارتياحية في الزمالك واللعبة قدت بها افضل فهو كسب بالطريقة دي هيتغير ليه طريقة دي لا كان رومانت الميزان اللي فرق كان دونجا دونجا كان فاي قوي اه طبعا زيزو كان فاي لا او لقد نهصل منعب دونجا لما دونجا لو انت طلعها يستخرج ونزل اشرف رؤى اخر ربع ساعة الزمالك نزل واتخطفت حتى من رؤى كورتين وكان فيه عمل فور قدام الطمان اه طبعا انت افضل بطريقة اللعبة اللي لعبها نادي الزمالك 4 يبدأ بها موافع لكلام دي لا لا هو فيرة برضو راق الوقاعي وعارف ان اسوان فرق عندها قلنا بلعب الدهري خط بالك ساعة ثلاثة الى ربع بس اقول الجو حلو شوية انما اللي هين فروا بتاع اسوان كويس قوي مش ايفونا ديلسون الافريقي اللي بيبتدي ومعاه حمد الزاكي ده من فاي السنة دي محمد حمد الزاكي اعلى فكرة ممكن اقولك القايمة اه لا ما انا قريتها هو اشوفتها اه اه حمد الزاكي وديلسون دول اتنين قدام الرمادي بعتدنا عليهم في الهجابات المرتدة جدا هيحكم الماتش الكابتن امين عمر مع سامير جمال ويوسف البساط حكام مساعدين مع صابر ابراهيم حكم رابع مع حكام فر عمر الشنة ومحمد عزيز نص الملعب بتاع اسوان لازم فيرة يا كابتن هيملى نص الملعب بكرة النص الملعب اسوان جامل جدا يعني وعمد فاتحي ده العيب كويس قوي شو ده كان لعبي زمالك وكان لعبي زمالك اي لا اه لا هو العيب كورة المغربي بالحاكنا ما بعد يزا كابتن قولنا ما بعد يوم الاربع قولنا اسماء بس القايمة عشان القايمة على الشاشة ماشي من حرصة المرمى كده خالد وليد وعمر حسام اللي بيبتدي على معزلنا عمر حسام هو اللي بياخد الفترة اللي فاتت ميدو مصطفى واسلام صلاح بلعب بربعة اللي خمسة لا بيلعب خمسة وراه تمام وبيلعب في نص الملعب عماد فاتحي و بالحق ده هو رومانت الميزان اه هو والولد ده هو وبتاع المصري الجزائري لاتنين دولة هينتقلو في اندية قوية جدا السنة الجاية تاع المصري ده غموم ده غموم ده فيتوريا كان بتفرج عليها لانه مصري اتفاجأ في الجزائري اه هو جاي من السطيف الدايق اه لعب كويس ده كان الاهل يتكلم عليه لما جاب فاكر رئيسنا دستيف هنا واستقبلوه كان الكلام كله على ده غموم على ده ومصري لعب كويس فعلا واوي او انا شفته في اول ماتش قلت ده هيععلك تمام فبالحق ده نفس الكلام بالحق وعمات فاتحي اه وعمات فاتحي الاتنين ده مع الاتنين اللي قدام وفي احمد خالد وجده كامل باتس الاسماء اه واحمد خالد وجده اه ويعني وسنه صغير يعني الناس دورك اسوان جاب لعيبة جاب لعيبة كتير الحمد ما جابش 30 سنة بس سنهم صغير يعني يعني سنهم صغير مع ممكن مع الانسجام يستعيد لو يعني مع الكابترا ماذا استعادوا مستواموا هيبقى فريق احسن من كده افضل يعني مش فريق العواجيز اللي هم كان لا 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 سامك ويش انت رايك ان مستر فيريرا هيملى نص الملعب بكر لا يعني هيبدأ بخمسة وراء اه هيلعب انا بقولك يلعب صحة كده يلعب تلاتة اربعة اتلاتة بالزبط ليه الطريقة وهيملى نص الملعب طب السوز بريق قولينا كده قائمة الزمانك بعد يزنك عشان عالشاشة مش هيكون فريق تغيير عن المطش الفات باستثناء طبعا هيغيب الزناري عشان الاصابة وهيبقى بداله عبدالغاني يعني مفيش تغيير تاني هيبقى في المطش عن انا استغرق لما يقولك يوسف حسن غايب برايب مانا ضايق غايب هو مش موجودين هو نفس التشكيل بس هاي هاي الزناري يعني عواد وصبح ونديم حراست المرمى في الدفاع عندنا قولينا بقى المدفعين مع حسام عبد المجيد ومحمد عبد المجيد لا قولي القائمة كلها وبعدين قولي التشكيل يعني قائمة الفريق كله يعني المدفعين طبعا محمد عبدالغاني محمد طارق محمد عبد المجيد احمد فتوح حمزة المسلوسي عبدالله جمعة محمد عبدالشافي قص الملعب الوسط محمد أشرف روقة عمر السيسي نبيل دونجا امام عشور سيف جعفر شيكبالة احمد مصطفى زيزو يوسف اسامة نمار يوسف اوبام يعني نمار احنا بداءنا ننسى لعب مميز جدا لعب مميز طبعا وبداء والهجوم عندنا سيف جزير وسامسون سامسون سامسون ده ما طب لو بيقول لو ما فيش فايدة قولك ما فيش فايدة في الزمالك يعني صفقة يعني مفروض يحسب من قتب سامسون للزمالك طيب كابتن عبدالجليل لو قلنا تشكيلة الزمالك بالطريقة اللي انت بتقولها اه هيلعب خلاص عواد عواد اه وفتوحه عمر جابر نحة تانية ولا نمار عمر او انا انا شايف نمار افضل بكتير بكتير هو عمر مش في القايمة متهيقلي عمر جابر اه مش في القايمة هو انا رأي انه هو هيبتدي بالمسلوسي جوه القلب جوه قلب الملعب هو وعبدالغني وحسام عبدالجليل يخلى لكن هلعب نحية اليمين هلعب نحية اليمين نمار نمار بس من فوق لان المسلوسي هيلعب ثلاثة فلات هيبقى المسلوسي نحية اليمين تمام وفتوح برضه وفتوح ويبقى صمعا بجد نحياته والاتنين اللي في القلب السيسي ودونجا اه وفيه اتنين بقى قدام وقدامهم ما انتهيب عندك بقى امام وزيزو ما هو انت هتستغنى من واحد من دونجا او السيسي وتلعب امام جنبه وزيزو هيلعب فرد وهيلعب قدام الجزيرة وانا بقولك ان مفروض يلعب ويوسف اسامة هو اللي يبتدي من فوق طب انت اكمت في نص الملعب ما ممكن بقى امام موجود ودونجا والسيسي ما انا بقول ليه ما خمسة ثلاثة اتنين خمسة ثلاثة اتنين ما انت عندك خمسة وراء اه ثلاثة سردباكات وفتوح ونمار ادي خمسة اه وعندك زيزو والسيسي وامام وامام لان امام بيزيد بزيد ممكن يقلب وينج يقلب وينج وعندك زيزو ويوسف اسامة يوسف اسامة او زيزو والجزير انا اتمنى يبتدي بيوسف اسامة مع زيزو والجزير عدك اه لان اللي نجليه مش يمين بيوسف اسامة لعيب كبير ولعيب هيجي منه ولو قعد الولد ده اخسارة تعرف لو خد مطشاط كتيرة هيوفر بس انا ما اعتقدش بدأ بيوسف اسامة بيجيبه بيخديه ينزل احسن ليه بقى نمار هيلعب من فوق زي ما انت بتقول تمام لو هو هيلعب بالجزيري وزيزو وزاحتاج يزود هيوفر نائل نمار طرف ايوه وطلع واحد من الثلاثة طرف ناحية الشمال لأ من تغير داخلي بقى اه والمسلوس يروح باكرايت ممكن يبقى ربعة ثلاثة ثلاثة عادي جدا فرود اه طبعا فرود اه تبصت لقى نمار نقل من هنا راح وينجليت او خلى ناحية اليمين وجاب زيزو ناحية اللفت اه خلى وينجليت او العكس او زيزو ناحية اللفت ونمار ناحية اليمين والجزيرة في القلب من نجل يعمل اي تغيير دا جوة الملحب هو انا زي ما بقوله حضرتك خذ باكناها تلتة اربعة تلاتة دي او تلتة خمسة تلاتة اتنين محتاج اللعب برضو او اتنين جوكر يعني تقدر وينجليت تغيرهم جوا تغيرهم حسب سر الماتش افرس جيف الجون ومحتاج تزود هتعمل كده فنمار يعرف يلعب لك الدور ده هو حمزة بيعرف اللعب